عقدة المنظمة العربية للحوار مؤتمر صحفيا لدعم فريق البعثة الرسمية المصرية لكأس العالم للأهداف الإنمائية التابعة للأمم المتحدة والتي ستعقد بالرياضة في الفترة من السابع إلى ثامن من شهر مارس الجاري تشارك مصر في هذه المسابقة الدولية لأول مرة بفريق فتيات يحمل اسم كمت وذلك تمشيا مع اتجاه الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة مصر أول مرة بتشارك هي طبعا طبيعة المسابقة مختلفة شوية معيش تقليدية لأن هي الأصل فيها أنها مقسمة على أربع مرحل التقييم المرحلة الأولى طبعا مرحلة الرياضية وإحنا معنا فريق اسمه فريق كمت بنات كمت فريق متميز جدا الحمد لله وبيعتمد على الهدف الخامس من الهدف التنمية المستدامة إن شاء الله إحنا بنين كل شغل اللي حاملة على هذا الأمر وده طبعا فريق كمت هو أساسا منبسخ تحت رعاية اتحاد المصر الرياضة للجميع بلعب مركزي في الملعب مهاجم طبعا التمران بقالنا أسبوعين طبعا التمرانات بتبقى الصبح يعني إحنا اخترنا نهاية تبقى الصبح عشان البطولة فيها مش منافسة بمعنى لها منافسة بس عشان يبقى فيه روح وحماس كده ما بيننا أنا عايزة أوضح أن البطولة هي خماسي يلعبها كده مش خماسي اللي هي اللجون الكبير لا هي ما فيهش قود هي لعبة فان قوي بس أهم حاجة التركيز أن يبقى لازم ننشر للناس كده أو نساعد دايما الفرق اللي معاين ضدنا دايما اللي هو لأ بنشجع كل الناس وبنشجع الفرق اللي ضدنا نلعب كرة قدم بقى لي سبع سنين وإن شاء الله أول مرة نتافر يعني ونمسل اسم مصر وإن شاء الله نقدر ناخد البطولة يعني ترجمة نانسي قنقر